هذا الهاتف يقول له بوكو F5 أو ريدمي نوت 12 تيربو النسخة العالمية منقول عنه بوكو F5 النسخة الصينية منقول عنه ريدمي نوت 12 تيربو جهاز قوي في الألعاب وبدعم PUBG لعند 90 إطار في الثانية هذا جهاز جهاز أنا يعني أرغب الناس وبقول للناس أشتريه جهاز كويس أما إذا أنت حابب تشتريه الآن ما تشتريش F5 نوت مباشر على F6 أو ممكن تأخذ F6 Pro اليوم في عنا تحديث جديد وصل للجهاز التحديث الوصل للنسخة العالمية 1.0.5 كان أصبح تحديث جديد 1.0.6 و298 ميجا بايت حجم هذا التحديث هاي التحديث الوصل للجهاز ونعمل إعادة تشغيل عشان نحصل على التحديث الجديد للنسخ العالمية زي بانتو شايفين يو أندرويد 14 والأم آر اسم الجهاز والأم آر يعني نسخة عالمية وإكس أم مفتوعة على جميع الشرايح نجي الآن نقول له إعادة التشغيل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين معكم أخوكم إيها بصرافندي من قناة إيهاب تيفي إن شاء الله دائما مبسوطون وبخير اليوم في عنا تحديثات جديدة وصلت لهواتف شاومي ومن ضمن هذه التحديثات الجهاز اللي شاهدتوا في أول الفيديو وهو البوكو أف فايف هذا اليو كيو آر اللي انت شايفه أمامك هذا عبارة عن الهايبرو اس عشرة شو هذا يعني هذه القناة اللي موجود فيها كل التحديثات اللي بأذكرها على القناة لو انت أخذ اليو كيو آر هذا على التليجرام مباشرة هي حولك على القناة القناة اسمها تحديثات الام آي و آي والهايبر طلع معي هان هاي تحديثات شاومي أم آي و آي وهيبرو اس مباشرة هتدخل على القناة وتستفيدي كتير كتير وتنزل التحديثات اللي انت بالدكية صلوا على سيدنا محمد الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد زي ما انتوا شايفين أول جهاز البوكو أف فايف البوكو أف فايف العالمي أجل التحديث 1.06 على الأندرويد 14 وانتوا شفتوا في أول الفيديو لما نجينا نزلنا التحديث وهي التحديث وصل هاي جهاز تمام حول الهاتف هاي واحد فاصل سفر ستة ومعلومات التحديث تحديث تصحيح الأمان إلى يونيو 2024 لزيادة أمان النظام إذن هذا التحديث وصل لجهاز البوكو أف فايف وأمورك لوز اللوز بعدك في عنا 11 ألترا المية 11 ألترا العالمي أجاله تحديث 1.03 على الأندرويد 14 بعدين في عنا الشاوم 12 برو الأوروبي أجاله تحديث 1.08 على الأندرويد 14 طبعا 11 ألترا عالمي الـ 12 برو أوروبي شاوم 12 الأوروبي 1.0 على الأندرويد 14 ريدمي نوت 11 أس العالمي 1.02 على الأندرويد 13 كل فئة 11 على الأندرويد 13 مش 14 بوكو أف 4 نفس جهاز الكي 40 أس أجاله تحديث جديد 1.02 على الأندرويد 14 للنسخة الأوروبية شاوم 13 تي الأوروبي أجاله تحديث 1.0 على أندرويد 14 هذا الجهاز اللي أنت شايفه أمامك هذا الـ 13 تي برو 1.03 على الأندرويد 14 فيه هذا طبعا كله مطلق صراحة شو يعني مطلق صراحة للكل للمي بايلوت وأنا قلت له جايليك سجله للمي بايلوت عشان تحصل على التحديث مبكرا ريدمي نوت 11 برو 5 جي نفس تحديث طبعا البوكو إكس 4 برو أخذ تحديث للنسخة العالمية 1.0.5 على أندرويد 13 بوكو إكس 5 الـ 5 جي 1.03 على أندرويد 14 هدول للمي بايلوت وخلال يعني 48-24 ساعة بيكون مطلق صراحة وممكن يتم إطلاق صراحة بخلال ما أقرأ الفيديو أنا للكل كسير يعني إذن هذه كل التحديثات اللي وصلت لهواتفنا في الفترة هذه وخلال هذا الفيديو إن شاء الله نلتقى في فيديو جديد دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام يا غليين